ترجمة نانسي قنقر تتعضد كافة الجهود وتتشارك يدا بيد من أجل احتواء تسرب الغاز من أحد خزانات النفط التابعة لشركة بابكول التكرير في منطقة سترة ورفعت كافة أجهزة الدولة المعنية جاهزيتها القصوى استجابة لهذه الحادثة التي نتجت عن خلل فني محدود جراء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة غير المسبوقة التي شهدتها مملكة البحرين خلال الأسبوع الماضي وكانت عمليات التعامل مع هذا التسرب جرت وفق المعالجات المناسبة حسب معايير الأمن والسلامة وتم التأكيد في 21 من شهر إبريل على أن التعامل مع التسرب الناجم وصل إلى مراحله الأخيرة التسرب حدث في خزان لمادة النفط وتم احتواءه داخل الخزان واستخدام الفوم ومادة الرغوة هو استخدام مثال حق مثل هذه الحالات التسرب هذا وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي متابعته للإجراءات التي اتخذت الجهات المعنية متمثلة بوزارة الداخلية ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للبيئة للتعامل مع هذا التسرب في أحد خزانات النفط كما أولت السلطة التنفيذية والتشريعية اهتماما بالغا للحادثة حيث عقدت اجتماعا مشتركا للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية للتعامل مع التسرب في إحدى خزانات النفط التابعة لشركة بابكو للتكرير وقبل أيام عقدت اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية اجتماعا طارئا تم التأكيد فيه أن العمل جار من قبل الجهات المعنية لمواجهة هذه الحادثة بالتنسيق بين شركة بابكو والجهات المعنية الأخرى كما تعامل المجلس الأعلى للبيئة مع شكاوى المواطنين حول انتشار الروائح بكل شفافية ومهنية نحن من خلال خبرتنا السابقة نعرف ان مثل هالنوع من الروائح من وين ممكن يكون مصدرها مسحنا المناطق المحتملة وشفنا نهتة مركز في الموقع اللي احنا واكفين فيه اللي هو بالقرب من الخزانات المنتجات النفطية بدأنا برس جودة الهواء تم التواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة ورأسا كل الجهات تعاونت في اخذ الاجراءات الاحترازية لوقف المصدر الرائحة ان الاستجابة السريعة اثبتت ان مملكة البحرين نجحت في التعامل مع هذه الحالات الطريقة بكل مهنية وانها لا تتوانى عن خدمة المواطنين والمقيمين حيث يبقى الاهتمام بهم على رأس الاولويات وتحت اي ظرف من الظروف ترجمة نانسي قنقر